بالفعل في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القدس المحتلة سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيدة سعدية فرج الله إلى ذويها وكانت مركبة الهلال الأحمر الفلسطيني بالإضافة أيضا إلى الارتباط المدني قد استلموا الشهيدة وتوجهوا بها إلى المستشفى الأهلي في الخليل في هذه الأثناء تتم إجراءات في المستشفى الأهلي وبعد ذلك سيتم التوجه بها إلى هنا إلى مسقط رأسها في بلدة إذنى غرب الخليل الشهيدة فرج الله كان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلها في أواخر العام المنصرم بعد الاعتداء عليها من قبل مستوطنين متطرفين إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وبعد هذا الاعتداء تعرضت سعدية فرج الله إلى الاعتقال وكانت موقوفة أي أنه لم يصدر أي حكم بحقها كما قال نادي الأسير الفلسطيني وبعد عملية الاعتقال استشهدت داخل سجون الاحتلال في الثاني من شهر تموز المنصرم أي أن فرج الله تعرضت للاعتداء والاعتقال والسجن وبعد ذلك استشهدت في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهي أكبر أسيرة فلسطينية تبلغ من العمر 64 عاما هي من موليد هذه البلدة عام 1958 وبالتالي تعرضت لإهمال طبي متعمد حسب ما جاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد من خلال السياسة المفروضة على الأسيرات الفلسطينيات يقدر عددهن بخمس وثلاثين أسيرة بأنه بالفعل يفرض عليهن سياسة الإهمال الطبي كما هو واضح وهذا أدى إلى استشهاد الأسيرة الفلسطينية فرج الله واضح بأنه بعد قرابة ساعة ونصف تقريبا ساعتين سيتم تشيع جثمان الشهيدة وقبل ذلك سيؤتى بها إلى مسقط رأسها إلى بيتها هنا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها رد يبدو أنها سياسة متبعة وممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين يعني الحالة الصحية للأسير العواودة الحالة الصحية للأسير العواودة متردية جدا بل هو في وضع صحي حارج كما قال نادي الأسير الفلسطيني وهذا جاء على لسان قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني بخصوص الوضع الصحي للأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 160 يوما وهو معتقل كذلك في شهر ديسمبر من العام المنصرم بلا تهمة تم تحويله إلى الاعتقال الإداري أضرب بعد ذلك احتجاجا على هذا الاعتقال الذي كما ذكرنا دون تهمة وتم تجديده والتحايل عليه بعد إضراب استمر لمائة وأحد عشر يوما من قبل المخابرات الإسرائيلية بعدها استأنف خليل إضرابه واليوم نحن نتحدث عن 160 يوما أي أكثر من خمسة أشهر في إضراب متواصل عن الطعام خليل العواودة هو ابن حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي كانت قد طالبت بضرورة الإفراج عنه وعندما وقع العدوان على قطاع غزة كانت أهم المطالب لحركة الجهاد الإسلامي هي بالإفراج عن خليل العواودة كونه ابن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كما قالت الحركة في تصريحات لها في قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى الإفراج عن الشيخ القيادي بسام السعدي الذي اعتقل قبل حوالي 10 أيام ماذا عن تفاصيل قرار المحكمة الإسرائيلية بتمديد اعتقاله يعني بعد التحايل عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية كان فيه هناك قرار بتجديد الإداري لخليل العواودة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد الانتهاء من الحكم الأول أو من التجديد الأول وهو ستة أشهر وتقدمت العائلة من خلال المحامي ومن خلال هيئات الأسرة ونادي الأسير باستئناف ضد قرار تثبيت الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار من قبل محكمة الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسير خليل العواودة خاصة وأنه بعد ساعة من الآن بتوقيت مدينة القدس المحتلة في تمام الساعة الثالثة ستدخل المحامية أحلام حداد بالإضافة أيضا إلى طبيبة فلسطينية وذلك لإجراء فحوصات للإطمئنان على الأسير خليل عواودة الذي وصل إلى مستشفى سافاروفي ونقل بالفعل قبل ساعات إلى المستشفى ولكنه كانت قد تحدثت إدارة المستشفى أن خليل وصلها قبل ذلك لكنه رفض التعامل مع الأطباء أو حتى إجراء أي فحوصات له نتيجة إصراره على الإضراب أي أنه لا يتعامل مع إدارة مصلحة السجون وكان هذا واضحا تماما من خلال مطلب خليل الإفراج عنه مباشرة من مستشفى سافاروفي باتجاه مصقة رأسه بلدة إذنه هنا غرب الخليل الساعات القليلة القادمة ستحمل في طياتها الكثير من المعلومات حول إصدار هذا القرار وهو ما سوف نتابعه معك رائد ولكن ماذا عن القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي وقرار تمديد اعتقاله لستة أيام هذه ورقة رابحة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو حتى بالنسبة لحكومة الاحتلال على رأسها يائر لبيد حقيقة بالنسبة لاعتقال الشيخ بسام السعدي من مخيم جنين كان الاحتلال الإسرائيلي قد شن عدوانا على قطاع غزة وقبل ذلك اعتقل الشيخ بسام السعدي وأيضا خليل العواودة مضرب عن الطعام بعد الانتهاء من العدوان على قطاع غزة لم يستسلم يائر لبيد بخصوص بسام السعدي وأن يطلق سراحه أمام العالم تحديدا أمام الجمهور الإسرائيلي وكذلك أمام المعارضة الإسرائيلية المتمثلة بين يمين تنياهو وهذه تعد ورقة رابحة بالنسبة لحكومة الاحتلال على رأسها يائر لبيد وأنه في حال قرر فعلا إطلاق سراح الشيخ بسام السعدي فإنه المعارضة الإسرائيلية الجمهور الإسرائيلي المستوطنون المتطرفون سيوجهون اتهامات ليائر لبيد وبالتالي هذا سيضعف موقفه في حال قرر أيضا خوض انتخابات جديدة لرئاسة وزراء الاحتلال وبالتالي سيتمسك يائر لبيد الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بورقة بسام السعدي حتى وانضطر الاحتلال لتحويله إلى اعتقال إداري أي بلا تهمة أي أنه يشكل خطرا على وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هم يتحدثون عن الجهاد الإسلامي وذاع صيط الجهاد الإسلامي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد عملية استهداف انقادة سرية القدس في قطاع غز شكرا